في خرجة ميدانية للمراقبة قام بها أمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع مديرية التجارة تم حجز 200 دلوين بلاستيكي يحوي مادة الهرسة و 65 دلو فلفل حار مخزنة ومخبأة بمراب يستغل كحضيرة سيارات لا تتوفر على أدنى شروط النظافة وغياب أي وسم من المنتوج مع عدم توفر شجل تجاري لدى صاحبها بعد معاينة الكمية المخزنة من قبل المصالح المختصة تبين أنها غير قابلة للاستهلاك وتشكل خطر على صحة المواطن ليتم إتلافها مع مراعاة جميع شروط الصحة والنظافة اشتركوا في القناة